أنا أقول لك حاجة أنا كانت ليه شخصياً مساهمة كبيرة ياسر في قانون في مرسل نواب الشعب اسمها القانون 38 يعني لتشغيل المعطلين عن العمل من أصحاب الشهدانين كانت قضية أمنت بها بشكل لا تتصور اليوم البعض يسيب فيها عنها يعتبرني تأمرت ويعتبرني كذبت ويعتبرني معنها وماذا ستقول ماذا ستقول ماذا أنا أعلم في الكتاب ويمكن أنت ونتحدث فيه سميته القانون المغدور من الإنجاز إلى الإجهاز وعملت مرة حديث معك أنت معكم أنتم ووحدة أخرى قلت أتحدى ليحكوا على هذا القانون يجو يتفضلوا هاي الرواية متعه كاملة واللي عنده رأي آخر مخالف يتفضل وقلت حتى عليك قاعدين يفضلوا على القانون وسميت بالأسماء ولا واحد يقدر يتصدى ولا يرد لأنهم يعرفوا اللي هي تلك حقيقة ولكن مع ذلك في التراك وأنا سمش كل جالي وقت دافع على القانون جالي تعمل في حامل انتخابي وقت قال لي أنت تعمل في حامل انتخابي لأنهم لا يعرفون الدفاع على حق إلا لاحتبارات وحسابات حزبوية وانتخابوية ضيقة ما يعرفوش أنك تدافع على الحق لأنه حق لأنها قضية عادلة تؤمن بها وأنا فقور جداً بذلك القانون وسأبقى أدافع عنه ما حيت ترجمة نانسي قنقر